نراحب بحضراتكم مرة تانية بارح وزارة الصحة وضحت طريقة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية زي فيروس C و B و D وقالت ان عدوى الفيروسات D بتنتقل عن طريق دم الملوث من شخص مصاب اما بالنسبة لفيروس A فبينتقل عن طريق الطعام الملوث خلينا نتكلم عن الوقاية من الاصابة بهذه الفيروسات من دكتور محمد عز العرب التشاري الجهاز الهضمي والكبد ومؤسس وحدة اورام الكبد بالمعهد القومي للكبد سبع الخير حديك فاندم اهلا وسيد محمد اهلا وسيد محمد اهلا وسيد محمد اهلا وسيد محمد طيب يعني الحقيقة ان مصر فضلنا على مدار سنين كتير جدا بنعاني من فيروس C تمام ومصر دلوقتي تعتبر خالية من هذا الفيروس لكن هو مازال موجود وممكن العدوى ممكن تستمر وممكن تتقن من شخص اخر ده غير كمان بقية التهابات الكبدية اللي تكلمنا عليها خلينا في البداية نعرف من حضرتك طرق العدوى لهذه الفيروسات وخليك قبل نعرف من حضرتك ازاي نقدر نحمي نفسنا من انتقال هذه العدوى اه طبعا النقطة مهمة جدا هي مسألة الفيروسات الكبدية طبعا مصر دخلت مرحمة كبيرة جدا جدا واشد بالعالم كله من خلال القضاء على فيروس C عايز اضيف النقطة بس زغيرة كلمة القضاء على فيروس C معناها ان معدل اصابة بتبقى اقل من واحد في المية من عدد السكان يعني من ثمان سنين بالزبط كان معدل اصابة في مصر اكتر من عشر في المية دلوقتي الحمد لله اقل من واحد في المية النقطة بتاع حضرتك مهمة ودي نقطة وزارة الصحة ان الوقاية خير من ايه من العلاج صحيح فالوقاية دي بتشمل حاجات كتير جدا من اهمها التصقيف وتواعي الصحية لازم انا كمستمع لازم انا كجمهور مواطنين اعرف ازاي طرق العدوى وما نسمى باخد الاجراءات الصحيحة للوقاية اه جمحة اكتر فضلتي في المقدمة هو فيروس A عشان نقول بقى بسهولة جدا الخمس صابع دول A B C D E ال D غير مكتمل لازم يجي على فيروس B يعني اتنين يعني دي ما تلايش دي الواحد يما يحلوا واحده طيب ال A وال E دول ينتقلوا عن طريق الطعام والشراب معنى ايه طعام والشراب يعني طعام ملوس وشرب ملوس معنى ايه لو لا قدر الله فيه تلاوث فيه مجرى عمومي المية ودي مش موجودة في مصر الحمد لله او ان انا يعني خدت حاجة او تناولت حاجة عن طريق ايه واحد بيعد الطعام عند فيروس ايه او عن طريق اكواب مثلا محلات مثلا عصير نفرد في كاس زجاجي ومش مخصول كويس واحد كان عند فيروس ايه انا شبت وراه ممكن تحصل ايه العدوى يعني مسارة بسيطة يعني مسارة العدوى بتنتقل عن طريق حد لكن مش في الاكل نفسه مش في الاكل نفسه اه عشان مسارة الا ازا كان بقى انه الاكل يعني فرش وصابح وموجود ايه الفيروس فيه يعني ده ممكن ينتقل يعني واحد بيعد الطعام وطبعا عن طريق بقى الافرازات بتاعته وكلام ده بتاعه هو بيعد الطعام لكن الرزاز ده لو ايه تنفسي زي الكورونا والنفنوزة والحاجات ده كلها ده دي نطب الايه هو الايه عن طريق ده الشراب والطعام الملوس الايه يمكن مش واخد البعد الاعلامي الكبير اوه ليه بقى هو حالته الوليلة ولكن موجود ومنتشف في العالم مشكلة الايه حاجة واحدة انه انا لو جيت عندي الايه ممكن يجي للتاب حد والنسبة صغيرة ممكن تحول مزمن الناس عندهم جهاز مناعة وليه المشكلة التانية في الايه انا بقول بقى بالاخر الايه بقى الهيه بالعربي مشكلته التانية لو جيه لوحدة حامل النسبة من ضعفات اليه كانت الشخص العادي اقل من واحد في المية عندهم بتزيد ثوائل ايه تصل على الشيء في المية فاحنا بنقول عشان كده لازم التوعية بالنسبة للمبادرة طبعا البي والسي والدي كل الناس عارفة عن طريق الايه اي شيء حاد بيختارك الجلد او الغشاء المخاط ده ممكن يمكن الايه العدوى يعني مش الدم فقط ايضا المخاط الدم واي سوايل للجسم ودي نقطة مهمة يعني مثلا مش مش واحد يعني مثلا التعامل مع شخص مصاب اسواء بقى لاي تعامل يعني قبلات العلاقات الزواجي الحاجات دي كلها الداب يعني والحقن بقى الحقن مش مسألة عمليات جراحية بس يعني مثلا يعني الحقن الغير امن يمكن الدولة من كال سنة تنبهت لهذا الموضوع وكان بتعامل مشاعر وجارية فيه اللي هو انتاج حقن الى احادية الى الاستخدام حقن بجرامة استخدامية عطول السن بيدخل جوه متستخدمش تاني فدي كده عشان بقى حاجات كثيرة الدم بقى لو ايه لو واحد اللي هو بيحتاجه غسيل دموي يعني متكرر امراض الدم والحاجات دي كلها غسيل الكيلوي وحاجات دي كلها عظيم دكتور الفيروسات الكبدية مرتبطة دائما بسرطان الكبد هل كل انواع الفيروسات؟ شوف حضرتك عشان بس اجيب بقى برضه النقطة اهمة جدا سرطان الكبد كعنوان اهم سبب فيه هو تلايف الكبد اكتر من 90% من اسباب سرطان الكبد هو الشخص يكون عنده تلايف كبد لأي سبب فأي سبب في مصر كان ايه بقى كفيروسي هو كان مسبب الاول لتلايف الكبد فإذا ارتباط فيروسي بسرطان الكبد كان واضح عندنا في مصر لك عم ساول عالم الواخذ البعض الأكبر والنسبة الأكبر فيروس بي كان مسبب لسرطان الكبد نتيجة ان الاصابات عم ساول عالم بي بي عالية جدا جدا عندنا في مصر الحمد لله النسبة لا تتعدى واحد في مصر الحمد لله أرجع الوراء برضه النقطة حضرتك تحدثت عنها وهي فكرة مسببات انتقال العدوى بالنسبة لفيروس بي و سي تحديدا يمكن بس كمان حضرتك كمان صحح لي المعلومة انه مش بس عن طريق الحقن لكن حتى لو استخدام الآلات مثلا لو عند حلاء طبعا لو حتى الأصافة اي آلة ممكن نكون من استخدامها مع بعض ممكن تنقل العدوى مزبوط ده مزبوط مية في المية عشان كده احنا في التسقيف الصحي بتنقول ايه ان الشخص في البيت حتى بدون يعني في بعض الاصابات ما يكونش واضحة يعني ماكو فيروسي في بدايته والحاجات ما بقاش العراض الظاهرة يكون صامت الى حد ما بلايه واحد يعني بيجيوله سلطان كم مش عارف نده مش عارف نعمده قصة فيروسي من الأول فانا بنقول لازم يعني نبه على جميع أفراد الأسرة ونبه على أولادنا ونوخدهم على كده ان كل واحد يباله ليه الادوات الخاصة بتاعته ده في البيت سواء بقى ليه يعني فورش الأسنان مكرت الحلاءة للحاجات الاخي لاخي لاخي زي ما حد كده فضلت بقى راح الحلاء لا أخذ ليه العده بتاعته الماليكير وباديكير مهمة جدا العادات الخاطئة زي التاتوينج للواشم والحاجات دي يعني في أحيان كتير قوي نفس السن بيستخدوهم ده 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 طعم ونقطة هامة جدا ساجمانة هو مسألة المخدرات عشان كده يعني مسألة منع المخدرات للأسف بنشوف شباب زي الورد بيروحوا في مسألة العدوة الليه الفيروسيه هم مش عارفين ويدخلوا في المضاعفات عشان كده بننبه يعني مسألة اللي فعلا اللي بتعاد عن المخدرات ده شيء أساسي ويجب ان احنا نحط ونسلط الضوء عليه بشكل كبير جدا جدا لان فعلا يعني قدرة على العمل والكاس فعلا بالضيع مننا طيب دكتور محمد احنا عملنا حاملة مهمة جدا طبعا قضاء على فيروس سي وهي الكشف المبكر والتحاليل اللي اتعاملت لكل المصريين هل احنا في حاجة اللي احنا نكرر هذي التحاليل على فترات حتى متقطعة لان احضاك ذكرت الوقت انه ممكن حد يكون عنده اصلا انتهاب الكبد الوبائي ويجيله سرطان وهو اصلا ما كانش يعرف انه عنده فيروس الكبد طبعا شكرا يا سمحمد ده نقطة مهمة جدا عايزين اقول ماذا بعد التجربة المصرية الناجحة في علاج فيروسيه عندنا فيه جزئية جزئية منع الاصابات الحديثة يعني في الفين وتسحتاشة مساء العالم لقوا فيروسيه احنا عندنا العلاجات اللي هي الناجحة اللي هي الناجحة ابتداء من صفالتي في الفين واربحتاش تطبقها قلت جدنا مساء العالم النسب بالقصاب فيروسيه عموما ولكن الفين وتسحتاشة لقوا لسه برضو فيه عدوة حديثة حوالي مليون ونص على المستوى ليه العالم كونه فالنقطة مهمة جدا عندنا في مصر ممكن تحصل او ممكن تحصل بس صحيح يعني الحمد لله احنا حتى في عادتنا او المستشفات المرضى الجدد فعلا قلت بشكل كبير جدا جدا ها فهنا بقى ان انا في جزئية امنع الاصابة الحديثة دي مهمة جدا للحاجات اللي احنا قلنا عليها سواء بالفرد في البيت او المجتمع انا عم تساوي الدولة بعمل التطبيق الناجح بجودة عالية جدا في مكافحة العدوة مكافحة العدوة تشمل ايه ان عملية جراحية حتطمن ان فعلا تعقيم ما في الماء الالات حتى الاساطر حتى المناظير دي لازم مش مش المنشآت اللي هي العامة المستشفات العامة لأ على الخاص كمان عشان كده ادارة العلاج الحر من ضمن التفتيش بتتفتش اساسا برضو على اجراءات مكافحة العدوة في نقطة مهمة وبقول الزملة والمجتمع كله خلي بالنا من التخلص الامن من الايه من المستلزمة الطبية بمعنى استخدمت حاجة مش ان انا حطها في بسكت اسود ويجي اللي بيشيل يتشاك ويحصل كده لا بتخلص يقامل لو اجراءات معينة وان بيتاخبوا طريقة معينة حتى الحقن بتحط في حاجة صلبة وبتم تخلص منها وهي القبرة نفسها ليها كفر اصلا بتيجي ليها كفر كده بعده من خلص تخلص قلت حاجة ظريفة جدا الكفر ما بتحولوش نحط ايه فيها يعني البيت دي الحقن ما نحاولش ودينه هو ما نحطش ليه الحقن في ليه في الكفر ليه بقى ممكن بتحط كده تشكي نفسك او النيرس مسلا من التمريد وهو كده عشان كده من ضمن المكافحة بالعدوى لا بتستخدم الحقن بس التخلص منها بنرميها في شيء صلب في شيء صلب يعني حتى كمان في البيوت مش بس في المستشفيات يفنظر في الناس بتاخد يعني بمسلا بياخدوا اي دواء عن طريق الحقن بيستخدموا الحقن في البيوت مش شرط مستشفيات فحتى يمكن اعتقد انه تخطيط الحقنة ورميها في النفاية الزباية لا اصول لها اصول صحيح لانها حتى لو ترامد بالكفر اعتقد ممكن حد ياخدها ويستخدمها مرة تانية للأسف حتى هو اعادة تدوير دي كانت مشكلة بتقابلنا فترة ومش رحوم بس يعني الاساطر مستخدمة الحاجات دي كلها لكن الحمد لله يعني الدولة قامت بجد يعني يعني ملحوظ جدا في التخلص الامن وملاحظة الكلام ده يعني حتى لو ماجي يعني الحاجة عندي اليما محرقة موجود داخل المستشفى يما محرقة متعاقد معها برا في المستشفى برضو النقل ده خلال النقل له طريقة معينة فعشان كده هي سلسلة يعني سلسلة معينة تخلص الامن من النفايات الطبية ده هم جدا جدا وحطنا عنصر اساسي لمنع حدوث عدوى جديدة النقطة اهمة فيروس بي فيروسين ملوش تطعيم يعني فيروسين ملوش تطعيم ولكن الحمد لله بالادوية الحديثة اللي هي ثابت فعلا فعاليتها في قضاء على او نسبة فعالية اكتر من 8% فاصبح فيروسي ما فيش مشكلة اوي حتى لو الواحد لا قدر الله داته اصابة لو علاك فيروس بي هم مشكلته العلاج لفاقة معينة محددة ولو ادينا الفاقة دي لازم تستمر لعلاج طول العمر لما ظهرش علاج للغاية دلوقتي فيروس بي انه سيخدمه 3 شهور 4 شهور ويقضع عليه تسعي فيه تجاربك لانكي لسه شغلين في المرحلة التانية لكن لسه ما ظهرش لكن الشيء المقابل فيروس بي داخل فيه تطعيم الاساسي حتى يعني عندنا من سنة 92 ندخلينه لتطعيم الاساسي اللي هي حديث الولادة وتطعيم متوفر عندنا في المصر ولقاع والحاجات فاذا فيروس بي له تطعيم وده من الوقاية هم مرة واحدة بس في الوقاية هيا اه بس هي 3 جرعات وممكن ادي جرعات منشاطة لبعض الفئات طيب بما ان احنا نتكلم عن التوعية عفوا والتثقيف ايضا بكيفية الوقاية وان احنا نحمي نفسنا عايسر حضرتك عن فيروس ايه وايه تحديدا حضرتك ذكرت ان هما بينتقلوا عن طريق الاكل والشرب تمام يعني بمعنى ان ده مقتصر فقط على الاماكن مثلا اللي جودة الاكل فيها مش عالية ولا ممكن يكون في مكان محترم جدا ومطع محترم جدا بس فيه شخص في هذا المكان بيقدم الاكل ويكون مريد تمام فايه بقى فيهم ولا الاتنين هو الاكتر في الماكن الاقل يعني الاقل الجودة الاقل النظاف الاقل حاجاته خلينا اقول ان اي منشأة حتى انا عايز اقول يعني حتى في الوستر دول الاجنبياء واحد بيع جائل بيبيع طعام لازم يكون فيه شهادة صحية طبعا دي نقطة مهمة جدا طبعا تاني حاجة المرور الدوري معنى ايه؟ ان انا لازم اشوف المكان ده حتى لو فاي في ستارز ها؟ لازم اشوف التهي طعام ازاي؟ اعداد الطعام ازاي؟ تخزين الطعام ازاي؟ القائمين بالعمل اخبارهم ايه؟ الكاشف عليهم بصطفة مستمرة مش مسألة واحد ان معاه الشهادة ويقعد عليها بالعشر سنين وكلام ده وخلاص لا الموضوع مش كده فازا الرقابة الدورية من نوع ايه؟ الهم جدا احنا بقى كشعب احنا طايبين اوي يعني بنحب الفول والصبح والعربيات والحاجات ده كلها لا مش عارف بتاع ايه المشروبات اللي سقنة وكلام ده بصده سعب اوي دكتور حتى لو مرة واحدة يا دكتور؟ لا لازم حتى لو مرة واحدة؟ لازم تغير اقول لحظك حتى لو كنت مرة واحدة؟ حتى لو كنت مرة؟ هي حتى لو كنت مرة ده انا عايز يعني مش هلا طيب فيش طرق اللقاية؟ فيه حتى لو كنت بيسمعني يقول تباري بحط لامونة على فول ده لا مش هنكلم عن ايه بس؟ ولا الايه؟ هنكلم عن امراض كتيرة جدا فان الموضوع ده لازم ثقافتنا احنا تتغير يعني ثقافتنا وثقافة البائع نفسه يكون عنده الضمير ان ممكن يكون سبب فيه عدوة لواحد فعلا الواحد ده ممكن لا قدر لا سيفقد عمره ويسيب وراه فعلا الضحايا لا الموضوع فعلا يعني موضوع امانة موضوع متابعة من الدولة واحنا ثقافة بقى شعب طيب اعراضهم كلها واحدة الفيروسات الخمسة ده مهم جدا مهم جدا هيا يعني نشوف احنا بنقسم اي مرض ليه فيه فاقترة اللي هو التاب الحد والتاب ليه المزمن ها؟ وفيه التاب بقى اللي هو مضاعفات التاب المزمن التلايف والعراض والحاجة ده التاب الحد بيتشابه يعني مفيش حاجة اقول قد ده التاب حد فيروس ايه؟ ده التاب حد فيروس؟ لا مفيش كده فيه العراض بقى اللي سادة ومشاهدين تلاقي فيه سخنية عالية تلاقي فيه اجهاد بشكل غير طبيعي تلاقي ممكن الام في البطن ممكن احيانا الصفرة بتظهر لون البول بقى داكن الام في البطن زي ما قلنا الاعراض جهاز هضمي ممكن تظهر يعني ممكن الام في البطن حاجة ممكن الام في المفاصل دي بتيجي بالدور اللي ايه؟ الحد فمسالة سؤال حضرتك ما انا بس احناك على الاعراض اللي انت قلت فيه ناس بيبقى عندهم هم مش عارفينه بالزبط النسبة حاجة اقول بقى العراض الحد بتظهر فيه اغلب ها؟ الغالبية العظمى من فيروس بي فيروس ايه قليل جدا جدا يعني الناس والله تتعدى 10-15% بتظهر عليهم اللي ايه؟ العراض الحد و 85% من 70-85% بيدخل في الدور المزمن وهم مش عارفين ان جاء لهم ايه الفيروس فيروس ايه؟ لا بيجي بالصورة الحده والصورة الحده فيروس ايه عشان برضه يعني الليه تساد مشاديد ان فعلا بيعتمد على الجهاز المنعم وما فيش يعني مضاعفات ما بيدخلش في الدور المزمن زي ما قلنا فيه جزء صغير قوي جدا جدا بيدخل لقدر الله في الابتهاب اللي هو الفشل الكبدي الحد وكذلك الفيروس ايه ولكن نسبة صغيرة قوي عشان كده بنبه ان اي التهاب احد لابد ان يتم مراقبته والاشراف الطبي بقى مهم جدا له طيب عايزين برضه نعرف اطمار حضرتك يعني محدات علاج الفيروسات الكبدية بالمستشفيات لو تكلمنا عنها فعلا شوفي هو يعني عايزة اقول للتاريخ ان انشئ اللجنة قومية المكافحة فيروسات الكبدية عام 2006 وللتاريخ برضه ان دي كتنقلة نوعية همية جدا جدا في التعامل مع فيروسات الكبدية مش سي بس يعني نفس المراكز دي بتتعامل مع البي وتعامل مع الاي برضه لو ظهر حاجات ده كلها طيب المراكز دي تم السيستم موجود فيه مثلا محد قومي للكبد موجود زيه في اسوار موجود يعني نفس المراكز بتتعامل ببروتكول واحد الادوية نفسها متوفرة فيها مازال رغم ان احنا يعني قلنا دلوقتي قضاع فيروسي لا مازال احنا موجودة هذه المراكز العلاجية داخل بعض المستشفات ومن السهل جدا عن طريق تكتبي المراكز العلاجية التابعة لجنة قومية مكافلة فيروسات الكبدية حيبان المراكز دي فين يعني مثلا عندنا في القاهرة في المحن قومي للكبد في مستشفى الفاطمية في تبع الاصل العيني تبع مستشفى الديمرداش فاذا في اماكن معروفة ما زالت بتقدم الخدمة للمرض عظيم دكتور محمد هل المرض ده وراسي يعني مثلا اي حد والده كان عنده التهاب الكبد الوبائي فهو كمان بشكل دوري لازم يعمل تحليه عشان يطمن انا بشكورك طبعا اشيالها في صل الموضوع طبعا ما فوش وراسة يعني الفيروسات دي هي فيروسات عدوة بس النتيجة بقى ان فيه شخص في الاسرة عنده هذا الفيروس لا قدر له ممكن بالتعامل مش ياخد باله لكنه مش وراسيه مش وراسيه بس العدوى بتبقى ايه لو الشخص او الاسرة نفسها ما عندهاش التواهي الكافية ممكن ينتقل لأحد الأفراد طيب فيه سن معين بقى بيكون اكثر عدد الاصابة ايه اكتر يعني احنا عندنا اكتر تسعين فنية من الاطفال حتى السن العشرة جالوا فيروس ايه اخذوها حضرك يا ده السن صغير السن صغير ياما بصورة واضحة ياما بصورة ساب كلينيكا مش واضحة عشان المناعة عشان المناعة وهو يعني من طبيعته ممكن يظهر لدور حد ظاهر وممكن يظهر بيبقى حد اوه بس بصورة غير ظاهرة فيه نسبة بتبقى موجودة فاذا معظم الاطفال معظمنا يعني تعرضنا فيروس ايه ياما بصورة حده ياما بصورة يعني غير ظاهرة دي بالنسبة اللي ايه فهنا دي ابنه كده مسألة لقينا الفيروس البي والسي النتيجة بقى التعامل الحق انه كان فيه بعض الامراض يعني مثلا طفل عنده سلسيمية وعنده الهيموفيريا وممكن بيحتاج نقل دم او اي حجم دي او مش لقد دم متكرر الناس عندهم غسيل كلوي فشل كلوي ده مزمن ده بيتعرض برضه لاحتمالات دي الاصابة فهنا فيه بعض الفئات اكثر عرضة من الاخرين ببعض الفيروسات الكبدية طيب هل فيه اطعامة بقى ممكن تحد من الاصابة بالفيروسات الكبدية او لو فيش شوف يعني الاطعامة ده جزء اهم جدا من الطعوية الصحية خلي جهاز منها عندك سليم بمعنى ايه ان انا التغذية السليمة مهمة جدا لازم تغذية يعني يكون يعني ناتشرال فرش طبيعية بلاش المواد الحافظة بلاش الدهون مشبعة كل الحاجات دي بتقلل الجهاز ليه المناع ان نرجع ليه السلطة الفاكهة حتى العصاير الفرش تعملها في البيت الحاجات التي مهمة جدا يعني منشكر حضاك طبعا شكرا جزيلا فاطم شرفتنا ونورتنا دكتور محمد عز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد والمعهد القومي الكبد شكرا جزيلا لا فهم شكرا جزيلا